خليني يعني أعيد كده صيغة السؤال هل فكرة الطالب أنه يدخل الامتحان بأكبر قدر من المعلومات ولا أن المفاوض الطالب يكون فاهم ومستوعب أصلاً اللي هو بيذكره الحقيقة السؤال اللي حك تفضلت بطرحه أستاذ جمانا ده مهم جدا ده بيلخص العديد من نواتج التعلم المستهدفة في العملية التعليمية سواء ما قبل جامعة أو مرحلة الدراسات الأولية أو حتى التعليم الجامعة إحنا لازم يكون التعلم الهادف أو التعلم اللي هو قايم على فكرة التعلم ذو المعنى اللي هو فكرة بقاء أصر التعلم أنا مش راح المدرسة عشان أحصل مجموعة من المفاهيم حفظ نظري بحت أخلص الامتحان النهاردة تاني يوم تيجي تسألني في اللي أنا امتحان تمبارح ممكن أكون إيه مش قادر أجاوب صح ليه لأن هنا التعليم قايم على فكرة الحفظ النظري الآلي لكن أنا لو فرد دربنا أولادنا في المدرسة أو في الجامعة أو غيره على أنه هو يستسمر ما يكون باكتسابه ومن خبرات في إضافة لشخصيته عشان كده هو الطالب بعد ما بيخلص الجامعة حتى أو بعد ما بينتقل من صف دراسي لصف دراسي آخر إيه اللي هو أصبح راسخ في عقله وإيه اللي هو اكتسبه من مهارات وقدرات يضيف عليها في الصف اللي بعده أو يضيف عليها بعد ما يتخرج يعني ممكن الطالب بعد ما يتخرج من المنظومة التعليمية هو أخذ لسانس أو أخذ بكريوس في إيريا معين أو في سياق معين ممكن يعمل تدريب تحويل يبا هو هنا مستمتع بالعملات التعليمية وليس هو قايم على فكرة الحفظ النظر البعض وبناء على دكتور نعم ترجمة نانسي قنقر